يلا بقى نجهز مع بعض الملبن والعجوة لك احكي العيد واللي اراقيش كمان من غير الحشو ما تنشف معانا ولا تشد ولا يحصل لها اي حاجة ابدا معايا نصف كيلو من الملبن ونصف كيلو من العجوة العجوة دي كانت جاهزة عندي بس طبعا ممكن اقولك انا جاهزتها ازاي نصف كيلو العجوة بياخد معلقة كبيرة من السمنة البلدي او الزبدة لو مش موجودة عامتك دي او دي ممكن اي نوع سمنة عادي ممكن معلقة زيت بس الافضل السمنة او الزبدة علشان الطعم والريحة طبعا كمان هنزل بتلات معالق كبار من السمسم المحمص ممكن تزودي او تقاليلي عن كده براحتك خالص رشة من الارفة رشة من المحلب رشة من الهيل المطحون ده الكلام ده للعجوة وعجينها كويس جدا 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 بادينا ما نحطهاش على النار خالص تمام اوعى تحطها على النار علشان لو حطناها على النار طبعا الحشوة دي هتنشف معانا بعد كده فبلاش نحطها على النار دلوقتي بقى هنجهز مع بعض الملبن عندينا نص كيلو من الملبن ضفت عليه تلات معالق كبار من السمسم المحمص تقاليلي او تزودي عن كده او ما تحطيش خالص ده براحتك انتي اي كمان ضفت عليها معلقة كبيرة من السمنة البلدي او الزبدة او زيت بس يكون نوع كويس يعني ما يكونش ليه ريحة اي وضفت تلات معالق كبار من المكسرات اي نوع مكسرات موجودة عندك والكمية اللي تحبيها عايزة تضيفي رشة من المحلب او او رشة من البهار بتاع الكحك اضيفي انا بحب رشة المحلب بس بس انا ما ضيفتش صراحة يعني حبيت كده ان انا ايه اغير بعد كده اعجل بقى الكلام ده كده كويس جدا جدا واكوره طبعا مش هتلزق معايا ولا اي حاجة علشان السمنة واجهزه كده لحشو الكحك او العرقش بتاعتك زي ما تحبي ده كده كان الفيديو بتاعنا النهاردة اتمنى يا رب كده يعجيبكم السلام عليكم